بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى في ظل الأحداث اللي احنا فيها ظهرت بعض الظواهر اللي لابد أي حد مهتم بالشأن الاجتماعي والشأن الديني الاتنين مع بعض لازم يلاحظها أولادنا بيشوفوا معانا كل اللي احنا بنشوفه فكان من الموضوعات المهمة اللي بيتكلموا عنها موضوع مهم جدا ان احنا نتكلم عنه وهو ان كترة أسئلة أولادنا عن الموت صحيح كترة أسئلة أولادنا كتير عن الموت وخاصة اللي سنهم صغير جدا لانه هم بيشوفوا أطفال زيهم بيموتوا فمن الأمور المهمة في تأصيل تصور أولادنا عن الحياة وبناء العلاقة مع ربهم وبيعتبر كمان ركن من أركان منعته من نفسية هو الجواب الصح عن الأسئلة المهمة في الحياة والتي منها السؤال عن الموت انت بتقول لي السؤال الجواب على سؤال الموت مهم في الحياة؟ اه طبعا لو كان الكلام عن الموت مش مهم في حياتنا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنه ما كانش المسلمين لما حبوا يعملوا المقابر عملوها في وسط المدن ليه؟ لان الموت مهم في فهمنا لمعنى الحياة احنا أحيانا بننقل لأولادنا خاصة اللي تحت سن خمس سنين لأنهم كتير بيسألوا عن الأسئلة دي تصورات غلط عن الموت بتتسبب في مشاكل مستقبلية وبتخليهم بعد كده عندهم مشكلات نفسية كتيرة منها مثلا لما طفل مثلا من أطفال الصعيرين يسأل عن جده اللي توف فالأهل يقولوله ايه؟ تعالوا نشوف بقى الإجابات النموذجية طبعا مش إجابات نموذجية ولا حاجة إجابات بتبقى خطر جدا حبيبي جده مسافر أو جده نايم يا حبيبتي بس نوم طويل المشكلة أن الطفل هيحصل عنده ارتباط ما بين السفر والموت وما بين النوم والموت ولما أي حد يكلمه يقوله ما ربنا عبر عن عن أن الموت كأنه نوم النوم كأنه موت لا 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 غلط التركيبة دي غلط في فرق كبير جدا 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 بين أن احنا نقوله أنه نايم وبين أن احنا نشبه له مفهوم الموت بالنوم ليه طيب؟ لأنه في الحقيقة كده هيرتبك احتمال كبير جدا جدا يخاف من النوم بعد كده يخاف من النوم لأنه يهب بعد عن أحبابه زي ما جده بعد عن أحبابه أو أن احنا يخاف من السفر لأن السفر ده هيبعده عن أحبابه زي ما جده وهو مش عارف يوصله فيكره السفر وبعض الأحيان بنجاوب عليهم جده عند ربنا فوق في السماء فيكبر الولد على اعتقاد أن ربنا عايش في السماء واعتقاد أن ربنا بياخد اللي بيحبوهم وبيبعدهم عن نوم وبيفضلوا بعيد عن نوم وفي بعض الناس للأسف لما أولادهم بيكبروا شوية عشان يشجعوهم على الصلاة على سبيل المثال يخوفوهم بالكلام عن الموت وعذاب القبر يلا بالمرة وكل دي مداخل بتفسد الفهم الحقيقة عن الموت ومع أن في مداخل سهلة وبسيطة وبتقلق بالمفهوم لأن أولادنا زي الإبن اللي بيسأل الأم ماما جده فين؟ جده مات يعني إيه مات؟ يعني انتقل لعالم آخر العالم ده فيه حياة تانية والحياة التانية دي ليها قوانين لكن الحياة التانية دي مش مقطعين عنها وممكن نتصل بيها وكل كلمة من الكلمات اللي تقالت دي كلمات صحيحة وعليها أدلة شرعية يعني مش هشوفوا تاني لما يجي سألها مش هشوفوا تاني مش احنا بندرس وبناخد أجازع عن المدرسين واصحابنا اللي بنحبهم وبعدين بنرجع عليهم الموت كده كمان مش معناه أن الحياة تتهت بيننا وبينهم هم عايشين حياة اسمها الحياة البرزخية يعني هم عايشين في حتة تانية عايشين في حتة تانية هل عن نتقابل فيهم من الأهم نحنا ممكن نتقابل دلوقتي بس مش هنتقابل عن نكون في حالة الأجساد لكن ممكن نتقابل معهم أن احنا نكلمهم هايسمعونا هايسمعونا طب هايسمعونا إزاي وهم بعيد هو دوت الحياة اللي هم فيها بتخليهم يسمعونا وإحنا كمان ممكن نبعت لهم هدايا هم قاموا بواجبهم في حياتهم على فكرة عن نقول لهم أن هم قاموا بواجبهم في حياتهم وراحوا لمكان تاني عشان يرتاحوا وبعدين عن نتقابل في الأخرة عشان نعيش مع بعض فالإنسان بيعيش مراح مرحلة كنا فيها في بطن أمهاتنا نشعنا كنا في بطن ممطي وكنتش أنت تقدر تمسكني لأن أنت كنت في بطن ممط وخرجنا للحياة الدنيا وبعدين عن نتقابل عن ننتقل للحياة البرزخية وبعدين عن نعيش على طول في الحياة الآخرة فالموت مرحلة من مراحل وجودنا لما أولادنا بيكبروا مهم نأصل شوية معاني مهمة في الموت منها إن الموت مش عدم تعالوا نعد بقى للمعاني المهمة الموت ليس عدما بعض الناس يقولوا ده إحنا حاسين إن الموت عدم طبعا نعمل إزاي عيكون الموت عدم معانيش إزاي يكون الموت عدم وإنت بتمر على المقابر بطول السلام عليكم دارة قوم المؤمنين إنت بتعمل حاجة عبثية ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه لما كان بيتكلم مع المسيركين في قليب بدر إيه اللي حاصل قالوا لي يا رسول الله كيف تكلموا الناس قالوا إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا يا رسول الله كيف تكلموا الناس وقد أريموا ماتوا يعني قال إنهم أسمعوا إلي منكم فالموت بيسمعوا والموت بيفرحوا والموت كمان بيتنعموا ولكن الحياة بتاعتهم الصحيح مش عدم لكن نوع جديد من الحياة ما تحاولش إن أنت تعرف أبعاده ما تحاول شعبه وخشهgere حياة وخشهت حياة